هيدا بيعمل هايك طالا ما عايش لما بيموت شو بعملوا مات برجعوا لأروع القصص اشتركوا هلأ بقناة مالك مكتبي الرسمية على يوتيوب طارق ابن هبة عمره عشرين سنة وبرج العقرب ايه يعني هيدا هو بده شو بده يصير بعمل مثلا هو بده هايك ما ايه لقل له قلي له هيدا انه هيدا طارق ابن هبة هيدا انا ببلش له من اول ما بيخلق لاخر يوم بعمره موشز يعني شو 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 في كنه هيدا بينخافي علي انا ببلش انا طريقته من لما بيخلق لاخر يوم بعمر لما بيخلق هو بيعرف اللي ما رأح علي بيطلع له بيطلع له لا كيف هيدا المستعبش كيف تعرفي لا كيف بينخافي علي حادث حديد كبيري بينجا منه بينخاف علي شوي شانسو بالعاطفة بكون مش كتير اول اذا شخص مش موجود ما فيك تعرف اذا موجود ام مش موجود يعني ما في واحد به الاسم بلا فيه باكيد بده يكون فيه لازم يكون فيه وعمر عشرين وبرج العقرب ليش الليش هلا بس واحد عمر وعشرين وبرج عقرب بس بدنى انت فيك تعرف اذا موجود ام مش موجود يبدو كون ليس يكون موجود ايه موجود وين ثاكن لأ هذا موجود بالحياة طبعا موجود يعني عايش بس فيك تعرفي وين ثاكن لا انتال فلل نشوف اذا ممكن خلا يسمعني اذا عدتر لا يسمعك يتوجه يلا بين oh بيتوجه انه هيدا بيطلع له هيدا الاسم اذا موجود وسامعنا هو موجود به الحياة هالاسم ما بيكون بديو يكون موجود نعم وبيسمع أنه بين خاف علي مثل تلك يون حادث حديد يعني إذا قولي موجود أنا عطيتك اسم هيك اعتباطية لا موجود أكيد موجود ما بعرف إذا موجود عم يحضر نحلي اتصل بإم نبيل صحيح لازم يكون موجود مجوز والله هذا هذا بيتجوز وبيجيب بنت أول يعني عم تقولي في إلهام وموهب إلى آخره أنا سؤال بدي أسألك إذا أنا هلأ طلبت منك تعرفي أديه في ما شو في كيف جايبتك جايبتك مشاري يعني هذا ما بيطلع هاكي بيطلع للبشر مش للجيب ومش للحجر ومش للورق بيطلع لفلان ابن فلاني شو بيصير معه إذا أنت يا أم نبيل عقشة آنية مش عم بتقليلي ما عم تقدر عم تقدر تتوقع على المستقبل بكيان له في مستقبل ليل واحد لما طالع معايش إله هو دي اللي بيطلعوا معه هيدا بيتزوج بيجيب كذا يمكن يكون عليه مرتين ارتباط سواش يمكن خمسة كذا هيدا بيعمل هايش طالع معايش لما بيموت شو بعملوا مات برجعوا مات هيدا طالع معايش عم يطلعوا معي هوا بدين يطلعوا بدين يصيروا معه ناقلة مسمعناها بأول حلقة شخص عم نسأله ليش خربي بيوت لما واحدة إذا واحدة لك خالتو لما واحدة عم تبصر وحيطلقها وعنده آيات بالكرآن تعملها ترجعوا ما بيطلقها في آيات مش أنا في آيات ما بعرف أنا ما بعرف في آيات بحطوها من رجعوا بعش يطلقها ومن هادير من رجع ولو طلقها من رجعوا يعني بتعملي خير؟ لي قادر يعمل خير؟ هوا بعمل أنا فيك تعمل الشارع أيضا وإذا في حدا هلا من عمي لأ شر لا إذا حدا إجألك يا أم نبيل طقيقة إذا حدا إجألك يا أم نبيل أنا بحب فلاني ولكن هيدا فلاني مجوزة بس هي شي باية شو بتعملي له؟ بسمعش لك شو بتقليله؟ ما لحظة تفضل لحالك ما خليني احكي تفضل الحوا كله إليك بيكون هيدا فلان بدو يها إذا ما بدو يها لك بعطي فلان يلا بنت لك بعطيها لوالد بنطلق لانها مثلا لما بدي أعطيها يعني فيك تجيب الناس لها لحظة لا بدو يها وهو بعضهم بيتوفقوا الله بيعطيهن هوا كاتبا الله بعضهم وإذا هي ما بدو يها إذا بدوهم بعض بيروحوا بيجوز بيكون حدا مانع أم باية إخت خدا منسكر لسين الباية أو الام منربط له لسينه حتى يقوله ليه بقيت